ماذا ينفع نقول بيزيك برينسبلز في صفتوير ديزاين في ساعة وفي نفس الوقت نطلع وحسين اننا احنا اطلقنا بحاجة مفيدة اي اعتقد انه ممكن وعلشان كده قلت اعمل التوق ده واضح ان احنا مش هنقلنا نغطي كل حاجة في صفتوير ديزاين في ساعة بس لان احنا حاطين هذا الوقت احنا حاول ان نخلص على ما اكون ابو رائعا تشغيل أكثر من غير اكثر هذا هو الوقت الميزد انا اسم آمير جعفر شركة ايجبتشان بانك هي شركة مملوكة للبنوك المصرية بتعمل السليوشنز اللي بتربط البنوك ببعض حاجات زي 1-3 نتورك ببعض كلنا استعملناها لما تستعمل ATM من بنك بتاعة بنك أكل هو بنك تاني this kind of transaction علشان يعدي محتاج some sort of cooperation ما بين البنوك وبعضها وحد واقف النص عشان يميديات الترافك ده احنا وسليوشنز تانية من نفس الشكل كلها حاجات ميشن كريتكال فاينانشال فاش بقى فيها غلطة ديزاين لازم يبقى كويس مش كده yes قبل كده أنا اشتغلت principal consultant في اتيدا for around 3 years في الوقت ده ساعت عدد كبير من الشركات المصرية انها تتعمل الـ software development practices بتاعتها الفوكس بتاعي دايما بيبقى على الـ technical practices اكتر ما هو على الـ managerial practices اعتقد ان الـ technical foundation هي الاساس اللي ممكن نبني عليه شغل كويس بلس انه يعني احنا عندنا افيلابلية الحقيقة من الـ managerial practices والناس اللي بتتكلم عن ال managerial practices هنا في الماركت بتاعنا لكن اعتقد ان احنا محتاجين نفوكس اكتر على الـ technical practices من من كام يوم كده قريت حاجة لطيفة على واحد من الـ connections بتاعتي على linkedin اللي حاطتها بيقول ان احنا هنا عندنا مشكلة انه الناس بعد ما بتبقى كويسين technical for a while وبعدين عايزين يطلعوا بالcareer path بتاعهم ما بيلاقوش قدامهم سيكاك technical وبيضطروا يروحوا لـ management this is quite true عندنا لانه دايما الـ package الاحسن والـ position الاحسن مرتبط بـ الـ managerial position مش بالـ technical position بس للاسف ده بيعمل vacuum صحح لانه ده معناه ان الصغيرين اللي لسه طالعين من الكلية او من ATI عندهم a few years of experience ما بيلاقوش proper coaching لانه الناس اللي ممكن to coach because they have experience moved to management اتمنى ان احنا نعرف نغائر ده مانعرفش ازاي بس يعني اتمنى انه ينفع يتغير اتمنى انه ينفع اوكي لما بنتكون بنتكلم عن software design دايما فيه these two aspects الاسpect اللي بنسميه how it works واسpect تاني hidden كتير ما بناخدش بالنا منه اللي هو how to build it يعني ايه how it works ده الاكسترنال aspect بتاع software design اللي هو basically انت لما تروح تشتري عربية الناس salesman بيعمل ايه بيوري لك العربية بتشتغل ازاي بيوري لك when you say your experience when you when you your experience when you when you when you it's about how the car works تمام ما ظنش أبدا ان فيه اي salesman بيقولك العربية دي اتعاملت ازاي صحح even though ان الكلام ده probably equally important صحح مش كده لكن يوجوالي they actually keep this knowledge hidden بيديهم competitive advantage المنفاكتشرر بتاع العربيات بياخد competitive advantage من قدرته على انه هو يعمل عربية ارخص او عربية اقوى او عربية الperformance تها احسن ستيف جوبس له مقولة مشهور قوي ستيف جوبس بيقول design is how it works design is how it works صح بس بس ده صح لانه CEO او كان الله ارحمه CEO لشركة كبيرة اوكي CEO يعني بيفكر في business يعني بيفكر من بره يعني بيفكر في user experience بيزيكلي ده ممكن نسميه برضو the user experience احنا بان design user experience مش كده و احنا علشان في موبايل development environment المفروض ان الفوكس بتاع على user experience يكون عالي يس وزي ما احنا شايفين لاثنين ساعات بيتدخلوا كتير بيتدخلوا بيبقى how we build it affects how it works how it should work will affect how we can build it احنا هنا عشان اتكلم عندي انا مش هكلمكم عن usability or user experience or how to make this great ui or how to interact with users انا هنا بتكلم عن internal aspect بتاع software design احنا اعنا to build the design from Google انا هنا احنا software development في فيما قوله لطيفة ايثنك اللي قالها رون جيفرز ايثنك رون جيفرز واحد من الغابط الزع اللي علمون حاجات عظيمة زي test driven development player programming مما يتحث... اتحث... ممطنية؟ مواليك؟ وها وكانت بكر، وورد كونينغام هم أصحاب الحاجات العظيمة التي نستفيد منها في الصنع لهم كالأخوة لطيفة جدا بيقول فيها أنه إلى التعديل الصفور ذلك هي وعين أن نساءها؟ هذا الكلام الإنجينيري الوصول. لو أسميها الإنجينيري الوصول. هذا الكلام ما نحن فيها. ستسمي الأمر أيضاً. فأنت أخذها. تكتبه عن ذلك لبعض. هذا ما أعلم جدًا لدرجة كبيرة. هنا نحن نتكلم عن الانترنل. نحن نتكلم عن الانترنل و هذا هو الذي كان يقصده بشكل كثير. هنا احنا هنتكلم عن هي ايه الحاجة ما هو تسمي الحاجة ايه وتحطها فين طب هي ايه الحاجة What's a thing هو المفروض يبقى حدوده فين يقف فين ويخلص فين و ازاي ريليتهم لبعض احط الحاجة فين يعني I relate things لبعض ازاي How should I do that Even though انا هتكلم عن النقطتين دول تحديدا ايه الحاجة و احطها فين لكن انا مش عايز اغفل ان الاسماء actually are very important as well even though I will not cover it now But how to name things is really really important لان احنا بني قدمين مين بيتعامل مع الصوفتوير تاني in terms of develop من تغير بني قدمين محدش مش كده How you name something is far more important than you might think Probably I'll make another talk about how to properly name things لكن النهاردة احنا هنركز فيه علاقة الحاجات ببعضها و ايه الحاجة اصلا نحن بنزاين يا جماعة Why do we design? نحن بنزاين to create a solution صح? وبما اننا في كمبيتدوب environment في نستانية ممكن تنزاين نفس الحاجة فنحن نحن بنزاين to give an advantage to our design صح? نحن 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 بنزاين جدا نحن نحن بنزاين ام getting better نحن بنزاين ارخص و بالتالي ان ارخص كتابين بالنسبة لرى ال客ت محنن نحن بنزاين توامل هذه المجالة بدونينا لكن المفروض لا ننسا نحن نتج reopened كما ننزاين نحن نرجع مجالاتها و نتاكد نحن بنزاين هذا الحقيقي. هذا الحقيقي سيأتنا لأينا لأينا. الناس الكبيرة شوية. مش قوي. مش زي. بس الناس الكبيرة شوية اللي قاعدة. ربما عندهم بعض الأحيان. اللي فيها بدأوا بحاجة صغيرة. وقد كانت جيدة. وبدأت ايه؟ تكبر. وكل ما بتكبر. بيتعقد. ومشاكلها بتكتر. لدرجة انها بتوصل لمرحلة ان المنتنس تاعها. بقى اغلى من الريفينيو اللي راجع منها. بقى عندنا فيروف تشينج. احنا مش عايزين نغير. لان بنلمسها بتكسر. صح؟ او ان احنا بنقول لها جماعة خلاص بقى. this is version one. let's work on version two. the bad news is i have never seen this really work. لانك midway وانت بتعمل version two. بتبدأ تفكر في ايه؟ في version three. version two. اللي لسه مطلعتش. is already showing signs of age. وانت محتاج تروح تفكر بقى. this great version three. this is typical. فكرة ان انا بتدزاين. to tackle complexity. فكرة typical. and if you do not design. to tackle complexity. complexity will eat you alive. حياتك تبقى أصعب كتير. your emotional experience. الحاجة اللي انت بتحب تعملها كل يوم دي. وكنت بتروح الشغل الصبح وانت متفائل. because you'll work on this nice thing. and you'll tame the machine. وكل الكلام الكبير ده. your life becomes very stressful. مين موافق معي على الكلام ده؟ yes. yes. يعني انا شعر موعش من شوية. okay. all right. ده لنا ساعات بسميه complexity creep. عارفين requirements creep. في كتب software engineering والحاجات العلمانة في الجامعة probably في ITI برضو. كلمونا عن requirements creep. زي requirements تبدأ to creep on you. I think in comparatively كمان عندنا complexity creep. this is an open source project. these statistics من واقع المواقع 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 من سايت لطيف قوي اسمه ohlo.net it's a very nice site ممكن تروحوا عليه. وتختاروا اي project انتو حبينه من ال open source project المشهورة المعروفة and then you can look into the source code repository وتطلع منه statistics لطيفة جدا. okay. it's a really nice site I sometimes يعني بروح تفسح هناك. this application is called apache open for business لا حد يعرفها it's like an ERP sort of how big is that? it started somewhere in summer 2006 with like a hundred thousand lines of code that's a very small number do you agree? a hundred K is a small application two million is a mid-size application this is the kind of software that we develop in a professional context it's that big okay I know we don't 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 know actually we don't know these kind of statistics I invite you you need to get these statistics for the projects you've been working on or the projects that you've been working on and you'll be amazed how big these things are what we're working on if you don't manage relations and if you don't manage the things related to the other things this stuff your life will be a lot more difficult than it needs to be do you agree? okay how do we tame complexity? how do we tackle complexity? how do we manage complexity? how do we manage complexity? for example we make diagrams it makes sense right? diagrams will allow us to reason about the pieces and the relations between them we ask we write documentation right? we will make this very long nice document that you share everything in the system and three months down the road the document is obsolete because we changed the software while we were writing the document right? we ask we do this do you know what this is? big upfront design big upfront design we are going to give the best brains we have we are going to give the people who have in the organization and we are going to open the door think about everything and give us this big nice design of everything I have never seen this work ok will the software development industry on some of them move on into a more agile kind of environment in the things that will evolve rather than the things that will become like the architecture someone will send it and then send it to them and say this doesn't work in software software is very different from architecture or civil engineering do you agree? yes your main tool your main tool your main tool your main tool which is able to tackle the complexity is this there is nothing else there is nothing else there is nothing else separation of concerns and every single software design book you will read you will read in the corner the left and the left and the left and the left and the left the design principles that we are talking about for example for uncle bob and his friends such as single responsibility such as open closed and close dependency 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 the Hollywood all this thing is going to be separation of concerns يجب ترغب تصفر الجصارات من الأشياء كل قطعة منهم يجب ان تقوير نحن والعلاقات ما بين هذه القطعات منظمة لا يستخدر التعليم التي تستخدم تكن الموضوع نعم؟ بعض الوقت يكبر عن الحالة بطريقة ثانية عندما يقولوا أننا نريد أسمع قطعين مع قد تحديات قوالية وبقى أسبوع إنها مختلفة. إنها مختلفة. أنا أعلم بشكل مختلفة. يعني الوضعات مختلفة وموجودة عندما نكون محتاجينها. ومختلفة الوحيدة مرتبطة بشكل مختلف. يعني اللي جواها مرتبط ببعض. ارتباط سيمانتك. ارتباط عضوي. كلهم متعلقين بطبيق واحد أو كونسبت واحد. فكاروا في اللي يعرف design patterns مثلا. فكاروا في أي design pattern you can think of. هتلاعوا أنه هو بيطبع a separation of concern. فكاروا في أي architecture pattern. هتلاعوا بيكلم عن a separation of concern. It's always about separation of concerns. And this applies to design level. And this applies to architecture level. It applies on both. Yes? But actually هنا بيجي سؤال. ما هي الconcerns التي سأقوم بها. يعني ماشي. كلام جميل اللي أنت بتقوله. أنت أعمال أمير دلوقتي يعمل الكلام نظري. صح؟ أنا أعمال أقول في concepts. وإحنا ويتنتو أجري بس دايما في سؤال خصوصا للصغيرين. اللي عندهم عدد أقل من سنين الخبرة. أنه ماشي. كلام ده ياس. وقالوا هلنا قبل كده. وقرناف كتب. بس. أب الضبط. يعني. هاو. فين. قادي البتاعها قدامي أهي. وأنا فاهم إلى حد ما. الأسبيكت بايتها. فين بقى الconcerns. أعمل الكلام ده ازاي. وأقص السلك ده اللي هنا. وأركب السلك اللي هنا. يعني. فين بقى. أعمل الكلام ده ازاي. ده لنا حاول أقوله في. ال 40 minutes اللي فضليني. اوكي. أنا هنا بداعي أن أنا هقول لكو. 4 rules. for good separation of concerns. there are 4 rules. that if you follow. the separation of concerns. اللي عندك في السلويشن بتاعك. هيبك كويس. alright. some of these. you will tend to agree with. and some. هيحصل عندوك شوية cultural resistance. اسمعوها للاخر. and let it sit in. and then evaluate it. okay. let's talk about the first rule. the first rule. يعني. في الصوفوير اندستري. تقريبا الناس ما بتتتفقش على حاجة. يعني. there is nothing that you'll find. كده اي يونانمس agreement. okay. probably except of the next rule. يعني. I haven't seen. or read someone. بيقول الكلام دا ما ينفعش. the first rule says. separate. separate business from presentation. يعني ايه كلام دا. فصل UI عن البيزنس لوجيك. فصل UI عن البيزنس لوجيك. exactly. افصل ما بين UI والبيزنس لوجيك. ليه؟ ليه؟ ان البيزنس عشان التغيير. عشان؟ عشان التغيير. يعني انت هنا concerned with the cost of change. basically again concerned with the complexity. لانه the cost of change. لو الحاجة مش complex. انت مش هتخاف من the change. والcost of change مش هاب عالي. لكن المشكلة هي the cost of change. and that's why. انت عاوز to separate two concerns. علشان تقدر تمسك كل واحد فيهم. لواحده كويس. كلام دا تقريبا معليهوش dis agreement في ال industry. yet. هنا. بشوف كتير جدا ان احنا. اما بنقول له اه كلام دا كويس. وما بنعملوش. اما بنقول له اه كلام دا كويس. وما بنعرفش نعملوه. ايه الفورسز اللي بتخليني ابقى عارف ان الكلام دا كويس وما عملوش. time. او ان انا استسهل. اوكي. بس خلي بالك ان time هيرجع يروح منك تاني. هو time دي يعني. think of it as an investment. انت لو محطتش نص ساعة دلوقتي. over the next year هتحط 15 ساعة. تمام. فهي it's more of a wiser time investment than. ايه تاني. تخصص. التخصص. لو هو old code وانت وارسو. مكابل يعني. ربنا معاك. there are things to do. تمام. بس ساعات. طب التأكيد. كلنا بنورس code بتاعنا. في حد سامون برضو كان قال انه. تبدأ بتاعي قرارة legacy قد 3 ساعة بعد ان تستعر. think about it. اللحظة اللي فيها بتقول هو انا كنت عامل دي ليه؟ it's legacy code somehow دلوقتي. صح؟ yes. خصوصا لو ملوش تست automated tests I mean three tier architecture probably كلنا familiar معها yes وقبلها كان عندنا client server architecture three tier architecture و client server architecture صح لأن هم الاثنين فيهم أنا بفصل consumer أو presentation عن الورق yes ومعظمنا لما جينا نعمل three tier architecture السيبراتي دا عملنا كويس والسيبراتي دا عملنا كويس هل تتعلم؟ نعم 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 هنا أنا أعلم بشركات يتعلم لماذا؟ ديسك توب عمليكيشن فاكرين زمان للناس الأدام شوية زي حالتي and now they want to move to the web the world is moving to the web but لو البزنس لجيك is mangled مع UI ربينا معك صح yes those who were able to separate أو الاركتكتشور بتاعتهم كانت فيها some sort of separation قدروا يعملوا الكلام دا بشكل أحسن yes yes yet كتير بشوف ال separation دا مش واضح يعني ايه مش واضح يعني نقول مثلا ما دي برضو هتوجعك ما دي لما تروح تعمل الموبايل انترفيس بعد ما عملت الويب انترفيس هتروح تكتبهم تاني and when you're maintaining الكلام دا you'll maintain it twice صح again complexity is going to bite you business logic should be here end of story طب ايه اللي هنا presentation logic أو UI ok ليه بنقول presentation logic زمان كانش فيه جافا سكريبت لو احنا بنكلم عن ويب انترفيس أو يعني ما كانتش بقوتها النهاردة التولز بتاعة CSS ما كانتش بقوة الكلام الموجود النهاردة yes وبالتالي the presentation was almost dumb it just displays stuff on the screen لكن دلوقتي فيه a lot of interactions تحصل هل الانتراكشن دي تخلينا نعمل back door ونخط logic هنا علشان to control these interactions don't do that keep the business logic in the business logic layer and hook to it from your view logic ok حتستعمل MVVM مثلا بتاعة Microsoft or whatever model view view model ok الexamples اللي مكتوبة في الكتب دايما بتتكلم عن ان view model ده data carrier doesn't have to be الview model ما فيش أي مشكلة يبقى فيه logic but it should not be business logic it should be display logic شايفين الفرق this is an example of good separation of concerns البزنس logic في البزنس logic layer البزنس logic في البزنس logic layer البزنس logic في البزنس logic layer in-off fund here and they communicate or interact and they communicate or interact they make any sense yes ok كثستعمل نلاحظ هنا إن الـ dependencies ماشي كدا يعني البزنسة التي معتمد على البيزنس logic وبالبيزنس logic معتمد على الإلديات والإنتيغراتي هنا عادة بسميه الإنفرستركنة تير اللي بيعتمد على الاحتمار الإنفرستركنة let's see نعم؟ 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 ومنذ الوقت يعتقدون أن هذا بخير. صح؟ وبعد ذلك قالنا اخرى من الاركتكتور. بالتأكيد من الاركتكتور. نحن نتحدث عنه النهاردة. هذه هي راولة الأولى. اخرج العمل من الناس. أحد يحاولون و لا يعرفونه. نعم؟ لماذا؟ نعم؟ لا، سيبك بالوقت. ما تقولك عنه؟ ما تقولك عنه؟ ما تقولك عنه؟ إذا ترفعين أنك لا تستطيع بخير بأنه مجرد جيد. لكن ما أريد أن أقوله هنا كما كنت أقوله مصطفى إنه إنه مهمة بالتعبير. بس أنت الوقت هتعمله هتعمله. بس أنت أرابت الدليفر شوية. أعجائل أحب أن تفعل ذلك ما تقوم بخير. مهمة بخير مهمة بخير مهمة بخير و هم يحصل لغة مهمة بخير و أنت أرابت الدليفر شوية. أو أرابت الدليفر الشوية بسرعة. يجب أن نعرف هذا بالضبط. حسنا. لا محبا. هذا هو المحاضرة. نحن نقول أننا نريد تساعد الإقلاق من الأهم. وأول رئيس من الأهم هو نحن نساعد الإقلاق من الأهم. ده باسيك لي معناه علشان تقدر تعمل ده كويس اسأل نفسك سؤال بسيط لو انا هل ده من هنا لتحت من اول البيزنس لوجيك وانت نازل لو نديت عليه من غير يو اي هيشتغل صح او لا yes then the separation is good end of story if i can call into this مثلا دل بت expose web services او بت expose web api's or whatever هلا نقدر ندي الweb api's دول without any presentation وايشتغل if the answer is yes then this separation is well done هذا يفهم؟ إنما لو وجدت أنه لا أصلاً مش هينفع علشان الفيلد ده بلانك والمليان تشكت في اليو اي وإحنا هنا نحن لا نشك أوصي الكمبيوتشن بتاع السيلز تاكس بتحصل على اليو اي وهنا احنا بنخدها ونرميها في الداتا باز على طول this means in these pieces of business logic leaked from business logic into your presentation layer makes sense? yes? okay rule number two, what's rule number one again? rule number two, create clear business entry points to your business logic I couldn't make it clearer than this هحاول أشرح يعني ايه؟ يعني الـ entry points بتاعت الـ business logic تستعمل الـ language بتاعت الـ business الـ calls اللي انت بتناديها دي الـ web API calls او WCF calls او whatever اللي انت عاملها هنا عشان تناديها تبقى بتتكلم business language مش technical language حسب الـ business بتاع الـ domain اللي انت فيه ما تبقاش هي عبارة عن مجموعة utilities حد في الـ presentation layer هو اللي بيعمل منها meaningful business operation فوق في حتة تانية اوكي؟ يعني اضرب مثال بسيط شوية لو انا بتكلم عن invoice فاتورة بندخلها على الـ screen الـ API اللي موجود في الـ your presentation layer يبقى اسمه create invoice بتاخد ايه؟ بتاخد all the information that is needed to create an invoice بتاخد مين الـ customer؟ الـ date والـ items اللي موجودة في الـ invoice والـ delivery terms والـ shipping terms الانات prep beholdables مثلا وانا تحديد الـ invoice وانا تحديد الـ invoice.. واندخل saber نوعا انenezو بناء الـ الـêt toner ا ي masculine هنا الروايط الإتيجاب ما هياش in terms of the business. The technical pieces, utilities. Someone بيمسكها عشان يعمل بها solution. فهمتوني? Yes? كل مكانة language اللي موجودة في ال API layer. Your APIs اللي انت بتناديها. كل مكانة language بتاعتها. More business and less technical. كل مكان the ability of you to grow solution تبقى عليها. بكرة هيجي لك some situation وناس هتقول لك عزيني نيانتغرate X مع Y. If this is a meaningful business operation and this is a meaningful business operation you can actually make them talk together. إنما لو هما utilities أو pieces في حد someone on some other layer هوا اللي بيركيمهم على بعض. You'll need to write that again. There are solutions to that. يعني لو انت بتكلم عنك بترمي of SQL database. Well identity is generated by the database. ففيه يعني numerous solutions. في حاجة اسمها scope identity. لو انت بتشتغل على SQL server. في حاجة اسمها last row ID. لو انت بتشتغل على SQL lite. There are like a gazillion solutions to this problem. بس في الاخر لو انا هتكلم عن الموضوع. لو هناك technical limitation فهنا نعمل ايه؟ هناك technical limitation. إنما يبقى دي ال principle يجب ان نتحرك بها. ولما نلاقي limitation فهنا نتحرك بها. لما نلاقي limitation فهنا نتحرك بها. You can use GUID مثلا. which is not a bad idea. There are many solutions to النقطة بتاعت ان انا محتاج ال ID من هنا عشان احطه هناك. An example of that. زي اللي احنا شرحنا دلوقتي. هو ده. ان انا يبقى عندي business wise web API. أو business wise WCF layer. business wise هنا مين؟ ان ال operations اللي موجودة. وال language المستعملة هي language business. مش language technical. نعم؟ ان ال methods دي لو اراها واحد business owner. هيريليت الكلام ده اللي بيحصل عنده actually في ال business environment. اه دي هي اللي مستعملة علشان I create invoice. دي هي اللي مستعملة for a customer to place order. دي هي اللي مستعملة when I receive payment via credit card. Et cetera. ياس؟ بايزيكلي عشان تعمل ده في نفس الجراف اللي قلناه قبل كده. ده اللي هتعمله. دول انا معتبر ان هم ايه؟ your web API pieces. اللي بتتنده من هنا. يبقى ده ما عادش. اتفري ان هو ينده اي حد جوه business logic. ويعمل اللي هو عايزه من ال small pieces. لا هو عنده controlled APIs. business with business meaning. هو بيستعملها to call into the business logic. وبقيت ال business logic زي ما انت شايف كده ايه؟ جوه الصور. مش متشايف. ليه ال pieces اللي انا مستعملها to create these APIs. انا مستعملها. ده مستعملها. ده همگ سنسة. ده محاول زي قدتها. اقام يميز ال بيستعملها المهمية لبقاؤي. again the dependency flows this way. now. rule number three. separate your stuff from infrastructure stuff. this is probably the most difficult to implement. يعني ايه؟ كيف تقوم بحيث يخرج من الأشياء الخاصة؟ دعوني نأخذ أمر بسيط يعني دي مش معتمدة اعتماد كلي على الاتباس طب اكيد؟ يعني أنا أكذب بزنس لوجك و بزنس لوجك شغال على اسكيويل داتباس تساعد اسكيويل إليست بشكلتاً أو بسيطة لقصة الموضوع مثلاً أنا بستعمل لقصة الموضوع إلى سيكويل كيف يمكنني أن أخسر ما بيني وعلى الناس في الموضوع والموضوع؟ قبل أن نسأل السؤال ، دعونا الأول نقول ، هل هذا حقا أم لا؟ إنه يكون لدي موضوع ما بيني وعلى الناس في الموضوع والموضوع الموضوع التي أعتمد عليه سواء كان ذاتب إيمايل أو خلافه هل هذا جيد؟ لا أكيد أستطيع أن نسخه إنها جيد ليه؟ ما هي الأدفانتج التي أخذها من هذا؟ كما هي الانفراسطور تحدي تغيير انا العين عن المدفع إنه يحدث الكثير من الوضع المحل صح؟ لو أنت عندك جيد سابراتيشن ما بينك وما بين الـ UI بتاع اندرويد لما يطلع ماتيريال ديزاين في كان في؟ في مارشميلو؟ لا كان في للي بوب؟ ما هذا؟ ستجعل أن تتعفض المعارض من تغيير التصوير لأن تدعي تجعلها لأن تخطي الوضع الخاصة إلى CSS فبالتالي تتعفض مستعفضة لأن تتعفض لكن لو أنت تتعفض بشكل كبير بشكل يعمل بشكل كبير سيكون يسعر أن تتعفض إلى الجديدة إذا تأخذ أن تتعفض على الويندوز فون. For instance. And then came this company Xamarin وعملت حاجة بتخلي C-Sharp يشتغل على اندرويد و IOS. If you have good level of separation هتقدر ان انت تاخد الابليكيشن بتاعتك. لان هي الابليكيشن بتاعتك هي ايه. What's your application? Your application is your domain. اللي انت بتعمله. صح؟ مش العلاقات اللي ما بينها. The advantage اللي انت تديتو للناس. مش ان انت بتشتغل على اندرويد أو IOS. The advantage هو benefit اللي هم خدوه. والbenefit ده. In theory المفروض يشتغل على IOS. Yes? لو انا مستفل pieces twice. اقدر يبقى عندي this version للأوبراتنج system ده. This version للأوبراتنج system ده. وما بينهم حتت كتير بتتغير مرة واحدة وتسمع في الاثنين. If the separation of the concerns is good. صح؟ طب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ نيجي بقى للسؤال اعمل ده ازاي؟ How can I do that؟ ازاي؟ انا باكتب business logic. Well business logic محتاج SQL. ازاي اكتب SQL وأنا isolated من an SQL database. It looks like it's difficult to implement. صح؟ Actually مش قوي. لو انا عملت كده. I would actually achieve my objective. كده ازاي؟ اعمل كده ازاي؟ شايفين دول؟ ده معنان البرزنتيشن معتمد على business logic in terms of those API's. ده probably interfaces consumed هنا. هل اقدر اعمل interfaces هنا. ان الامبلمنتيشن بتاعها هو الريلاشن بالdatabase. اقدر. اضرب لكم مثال بسيط. انا ممكن وانا جوال كود. احاوز ابدات البالانس بتاع customer. فانا جوال كود بتاعي اللي في البيزنس logic اقول SQL statement. update customer set balance equal balance plus invoice value where customer id equal so and so. and this is perfectly acceptable business logic. but it's tightly coupled to the database. هو صح. بس الكوپلين مع الdatabase عنيف. لو انا كل الابلكيشن بتاعتي مكتوبة كده. وعايز اتحرك لنو SQL database. اللي هو الطفل الجديد اللي في الحارة. that will be very difficult. صح؟ طب اعمل ايه؟ استرجم الانترخيس مثلا. اعمل ماتود اسمها change balance. بتاخد قيمة الانترخيس. and it's up to this method to implement. هي تعمل ايه مع نفسها. صح؟ ويبقى الانترخيس نفسو defined هنا. والامplementation بتاع SQL بيرمي SQL update statement. الامplementation بتاع NoSQL database بيفتش الدكومنت ويعمل لها update ويسايفها تاني. فهنا I separated my stuff from infrastructure stuff. نحن 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 exactly. this would be a typical example of that is a repository pattern. بس أنا يعني ايه؟ بكلم in general terms مش عايز ادخل في specific architecture style. بس a typical way of implementing that is via an API layer. A thin API layer and repository pattern. yes. دي بتاع هتيجي ازاي عملي انترفيس الانترفيس بتاع الانترفيس ده one implementation بينزل على Microsoft SQL using the SQL statement or link to SQL or whatever حلو كلام الAPI layer اللي هنا very thin API كل اللي بتعمله انها بتقول الimplementation بتاع ال data base هاتي كذا وبعدين بتقول ال business logic اعملي كذا وبعدين commit transaction يعني الحتة دي بتorchestrate ما بين دول اللي هما مش شايفين بعض فبالتالي your business logic actually فيه هنا side benefit رائع ان ال business logic بتاعك can be completely exercised in memory business logic ما بقاش مربوط بالdata base which means انك ممكن تكتب له tests that run in memory دي ميزة فضيعة for testability because it means ان انت ممكن تعمل unit test ب J unit أو N unit لكل your entire business logic وتران مثلا 10,000 test في ثلاث سوائن this is a huge benefit okay made possible by the fact ان ده مش شايف actual implementation وانا عارف ال persistence بيحصل ازاي هو بينادي على something behind the interfaces والحاجات ممكن ترجع حاجة من الممري مش من database which means another exercise this piece of code in memory without any connection to a real database yes تقصد الweb API yes 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 وحيلا بيزنس logic بيقال into the business logic to run the logic مش بنكتب بيزنس logic okay و بس بينادي بيزنس okay an example of that would be اللي سماه Alistair Coburn Hexagonal Architecture أنا هرجع أتكلم عنها بصورة بعد شواء صغارين after I finish my talk about rule number four and rule number four says avoid tutorialware what's tutorialware okay tutorialware معناها basically أنت تعمل software out of a tutorial يعني يعني بفتح كتاب بتاع MVC وبشوف tutorial بتاع MVC معمول إزاي tutorial ده مكتوب في 30 سطر وهدفه إن أنا إيه أفهم MVC وروح أعمل program 400.000 lines of code شبه tutorial 30 سطر this is called tutorialware software that grew out of a tutorial أنا ما بشوفش في الماركت بتاعنا أكتر من نمبر 40 وسببها اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول إن الناس بعد ما تتعلم وتاخد experience وتعرف إنها كانوا يقصودوا إيه كانوا يقصودوا إيه كانوا يقصودوا يشرحوا لنا إيه MVC MVC exactly إنه في الآخر مش جاي يعلمك software engineering ولا architecture هو جاي يعلمك MVC بس هل ده معناه إن أنا بعد كده أخذ التلات سطور دول وأكتب مكانهم 3000 سطر في نفس المكان because this is what the tutorial did we need to exercise intentional design أوكي لما أكون رايح أقرف حاجة عشان أتعلم حاجة keep in mind إن الناس بتعلمك الحاجة دي مش بتعلمك مش بتقولك إنه So this is how things should be if you're using MVC أو أنا بقولش كلامنا عن MVC تحديدا بس أنا بشوفها كتير قوي في كتب MVC أوكي Actually it happened with me في واحد من architecture courses اللي كنت بعملها وكنت بتكلم عن separation of concerns وقلت إن البيزنس logic should reside in its own classes ويبقى وراء ABI وما إخلافه فالراجل قال لي بس this is wrong أوكي وتاني يوم جالي مع Oracle documentation اللي طلع منها example اللي قال لي شوف اللوجيك مكتوب في الكنترولر هذا ما أقول this book كتب حتة logic في الكنترولر because this book was not teaching you software design it was teaching you MVC it makes perfect sense It makes perfect sense وactually أنا لو البيزنس logic بتاعي كله أربع سطور I will put it in the controller مش هحطه في حتة لوحده لأن cost of change صغر جدا صح؟ لكن وأن If i'm building a big solution that i know will grow big ويجعل changes etc I will never do that that makes sense for next time when we're reading some tutorial in a book put that word into the context هذه المعلومة التي يوصلها لي ما أخذش ده و أجرأ سلوشن out of 30 lines of code in a tutorial هذا ما أفعله and your solution becomes MVC and nothing else MVC by the way is not an architecture style it's not MVC is a UI design pattern this is a pattern for handling UI it is not an architecture style if we can create a three-tier architecture three-tier is an architecture style three-tier is an architecture style how do we do the application MVC by the way is how to relate the components with UI not components two million lines of code and the other this was taken by I love it android programming the big nerd ranch book and an example of a questioner in MVC environment android development and these are the pieces and guess where they put logic the question of the right or wrong السرطة الأسئلة Leave multiple answers Where did they put their logic? In the controller Why did they do that? Because they are teaching us MVC They are not teaching us Software design So you want to be an opportunity Software design a software architecture That's a good question .. I like it when people ask questions and I already have slides for the answers هيكساجونال الاركتكتشور هي بسيكلي اللي احنا رسمناه هنا ده بس مرسومنا هيكساجون ولما سألوا أليستر كوبيرن اللي عملها هي ليه هيكساجونال ليه مثلا مش بنتاجون قالوا لهم لأنني احبتها. لا يوجد عبارة. هو بس تغيير. هو ليس عشوية. هنا عندنا القواتل الاستخدام هنا. ما هي القواتل؟ الى لجلسل عملية. نعم وعندنا فشا وكوبس بسيطاً هذه الخاصة. أي حاجة لاها علاقة بحاجة من بره الكور، فشا وكوبس الفشا وكوبس وكوبس هو إملائية simple as that اوكي فاذا انا عاوز UI اعمل UI port واركب فيه فيشة عشان الويب UI ممكن اركب هنا في نفس الفيشة موبايل UI ممكن طب ممكن اعمل فيشة تانية للموبايل UI ممكن بس it will use the same thing ده جوه protected هنا مفيش سلوك عريانة تفاهميني احنا ليه بنعمل فيش ما احنا ممكن اي حد عاوز يركب اي حاجة يعرس الكين ويشبط ليه احنا عملنا اختراع الفيش وعملنا الاستاندرد وشغلنا طويلة يعني ده نفس السبب نفس السبب بالضبط yes database port بنفس الكلام المنطق اللي قلناه ركب على SQL database ممكن اشيل الفيشة دي واجب فيشة no SQL database text file excel sheet cloud database whatever شطارتي ان انا اعمل ان انترافيرس Jetta There's an interface that provides good abstractions for Persistence هي دي الشطارة او ده شالينج هنا ان الانترافيرس دي自اين ده sorry ان الانترافيرس ده يبقى اجد اي ابستراكشن علشان يديني الفيشيتيات które انا محتاجها ويخبي الباقي بعيد دائماً في الهيكساجون الاركتكتر من بره لجوه دول معتمدين على ديس انترفيس البيزنس لوجيك معتمد على ايه؟ مش معتمد عليه وخالص مش معتمد عليه وخالص هنا ليس هناك إنه مجموعة البيئات في المماري لا تقلق على شيئاً وخالص على الوقت الانترفيس هنا هنا هناك شخص اسمه مهدي خليلي يعمل في ThoughtWorks البلوك بتاعه لطيف هتلاقي فيه بيكلم عن how to relate persistence to business logic وايه الابتشيات التي قدامك حسناً؟ لأن هناك الكثير من الابتشيات يعني لو بدأت دلوقتي ممكن تخلص بعد ساعة ممكن تبقى طوبيك لوحدها يعني مهدي خليلي مهدي بيكتبها بالإيه مهدي خليلي مهدي إنه مهدي خليلي أحبتها قوي إنها على ملتقى في شيئاً يمكنك أن تجدها هناك البلوك التي نتحدث عن إنها نتحدث عن بيكلم عن المماري بيكلم عن المماري هتأتي منين؟ ما هي المماريب؟ هل هي المماريب؟ هل هي المماريب؟ هل هي نفسها الأنتيتي هي المماريب؟ وهل هي المماريب؟ مين بيقول ديزاين؟ مفيش صور ما بين الاركتكتر والديزاين؟ مفيش صور ما بين الاركتكتر والديزاين، صور يعني مفيش كده حد قاطع بيقول اللي قبل ده ديزاين واللي بعد ده اركتكتر بس الحقيقة ان احنا كل ما بنعلم بالابستركشن واحنا هنا بنتكلم عن يعني شوفناش كلاس واحدة يعني فبالتالي احنا we were more on the architecture side than we were on the design side بس هم الاثنين يعني مفيش صور ما بين الاثنين وفي الاخر كلهم جايين من نفس البرينسبلز زي ما قلنا separation of concerns زي ما الناس كلمت على مستوى الديزاين وقالوا it's important على مستوى الديزاين ان انا كل كلاسي بقى لها single responsibility و my classes should be open for extension but closed for modification كلام ده على مستوى الديزاين كمان نفس الكلام applies على مستوى الاركتكتر زي ما شفنا yes فهم it's common ground يعني محضرة الديزاين سالك هم؟ لا هتبدأ بعد كده محضرة test driven development ده code code بقى يعني اللي هو من architecture و abstraction ل if and then architecture او ايه هي الاركتكتر؟ throw out the history بتاع ال software engineering عدت على مراحل كتير في الاول من الناس كتير كانت بتقول architecture هي basically blocks and arrows architecture هي SCI مثلا الكتب الأكادميك بتقول the significant pieces and the relations between those pieces and your ability to reason about the pieces and the relations هوا basically ارسم diagrams وشوف هتحط dependencies ما بين او ايه and this is a classical perspective into what architecture is and then خصوصا مع بدايات ال object orientation بدأ الناس كتير في ال industry to all architecture is actually about cost of change يعني مش الفكرة مش فكرة blocks and arrows الفكرة actually هو whatever cost of change بتاعه عالي بarchitecture فبالتالي القرارات بتاعة ال architecture هي القرارات اللي انا محتاج اخدها بدري لان انا عشان اغيرها في مشكلة كبيرة اوكي مع بدايات ال object orientation ال definition ده من جرادي بوتش و جرادي بوتش واحد من من الاباء يعني جرادي بوتش واحد من اهم اسباب ال object orientation منتشر النهاردة على زي الدرجة عالي اوكي he's an IBM fellow and then اوكي اوه اوكي بالضبط اوه 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 وبعدين مع انتشار الاجائيل movement this is actually more like it architecture is about reducing cost of change إنه ليس بشكل مستوى، إنه بشكل مستوى، إنه بشكل مستوى مستوى. ما نقلناه أو ما نرىه في الهيكساجون الاركتكتشة هل هذا بشكل مستوى مستوى؟ نعم. فهو هذا البرسبيكتف المنتشر أكتر النهاردة. نحن كأركتكتين، كناس بندزاين على مستوى مستوى مستوى، ما يجب أن نفعله هو أن نحن نجد طريقة مستوى مستوى مستوى. هل نجد حاجاتك؟ المقارب الحياة، هذا هو حاجاتك في الماضي. لأنه بكرة في حاجاتها تتغير، اذا البرسبياتاتك تن Flowers، مش معتمدة على مستوى. هتقدر تاخد منها أكتر وتتحرك للمستقبل، مش هتحتاج كل مرة تنزل حاجة تقول I need to start over، أنا لازم أبدأ من الأول، وأكتب من الأول، والناس تسبأك، حسناً؟ سؤالات؟ ماذا يمكن أن يكون هناك أكثر في الوصولتر ديزاين؟ بالخاصة بعد ذلك. حاجة كذلك بدأت أحس أن أنا ملتايدة أرى أكثر فيها؟ حسناً. سأقرأ أنك تقرأ شوية في دومين درين ديزاين. دومين درين درين ديزاين. وكذلك. هناك كتاب يتكلمون عن هذا الكلام. وأنا أقرأ أيضاً. أنت دلوقتي بقى معظم الـ Software Development Conferences موجودة في بعض الوقت على فيميو أو على يوتيوب أو شيئاً. أخذ كده بعض الناس يتكلمون عن الـ Design وArchitecture وعجبك. ونسألهم بقى هذه الـ Conferences. هتلاقي عندك دائماً هذا الكلام. نعم؟ حسناً. أفضل. كان فيه في الـ Software Development وصلنا في الـ Software Development بعد كده ده هل البتر اللي أعملها زي بطمعة كتابية مثلا؟ هل البتر مزيدة؟ ممكن استفاد منها زي ما يمكن استفاد مثلا من الـ Software Development وصلنا في الـ Software Development إلى حد ما. يعني ممكن إذن ممكن إذن مستفاد مثلا. نعم، إلى حد ما. لكن أجان، يعني الكاتالوجات مشكلتها أنها ما بتقولكش إيه الأهم من إيه؟ يعني مثلاً ديزاين باترن فيه كم باترن؟ أنا نسيت. 24؟ حاجة و 20 صح؟ حسناً. مين استعمل ممنتو باترن مثلا؟ أو فلاي ويت؟ هذه باترنة تتذكر. حتى تقريباً كلنا أول ما نرى باترنة 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 يقولون، أه؟ لقد قمت بعمل هذا من 10 عام. حسناً؟ ليس كده؟ وأنا حتى معرفش اسمه. هذه الكاتالوجات مشكلتها. إنه ماشي. هناك كاتالوج من 15 باترنة باترنة. لكن ايه هو النهاردة؟ النهاردة نحن بنتكلم عن ناحية الـ UI MVC خصوصاً الـ REACTIVE MVC REACTIVE MVC يعني The big champ. The new kid in town. من ناحية الـ Back end Service orientation particularly microservices هي برضو The new kid in town. هذه الحاجات الجديدة. بس أنا علشان أقرأ الحاجات الجديدة وأفهمها كويس. وأستطيع أن تقرأ الحاجات الجديدة. لأن الحاجات الجديدة دائماً فيها دينجر. حسناً؟ أنا محتاجي. أعني عندي الـ Solid base بتاعة الحاجات الكلاسيك الـ Established. أنا أحتاج بأثنين. حسناً؟ إذا كنت تريد أن تقرأ باترنة الكلاسيك. إذا كنت تريد أن تقرأ. سأقرأ عن الباترنة الكلاسيك. لكن تقرأ باترنة الكلاسيك. نعم؟ شكراً جميعاً يا جماعة. تفضل، تفضل. أنا شاهدت فيه كثيرة للـ Development. مثلاً الـ Development. والـ Domain-Driven Development. في حاجات مثل Scrum. إذا كنت أقدر تشوزناً؟ المصورة الثانية في الأطريقة بإometer. الثانية التلاتة التي قلتهم لا يمكن أن تأتيك ألترنذار. خالص. الثانية التلاتة التي قلت Wolf. فلا تس vindarej وقصد skulleенный التوصدر دعيم in ERP. يمكنست ي ineικό شـمظ لوسطنا. فلا تدعم الأطريقة. فلا تستخدم الأطريقة لو تعد ألترنذار. زين التوصدر دعيم وقصد ت эпنا PRIO. و就是أن Scrum مと ressource ستدار للج dime. بفضل. car 4 أو shape. لم أرى أدخذ championship. بس يعني قبل ما نتشوز we need to know the more you know the more you'll be able to choose ومست بروبابلي اللي هتوصله في الآخر هتبقى your own mix مش هتبقى يعني لأن كل حاجة من دول بتاك الاسبكت فأنت في الآخر هتطلع كوكتيل بتاعك أو بتاعك انت والتيم بتاعك اللي مريحكوا مع بعض يعني نعم؟ حسنا؟ شكرا جميعا جميعا